السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم محمد تحسين من قناة السرشاكي ازايكم وعمليني يا تمنى تكونوا بخير وصحة وعافظ ان شاء الله في الفيديو ده اواريك ماكرو ان انا عملت ماكرو عن طريق زرار معين بحيث لو انت بتعمل يعني ايه ماكرو؟ يعني لو انت بتعمل مثلا تسك او حاجة بشكل دوري فدي ممكن ان انت تعمل لها زي زرار بحيث ان انت تستخدمها على طول بداية انت بتعملها على طول بمعنى بص يعني انت دلوقتي كل يوم مثلا انا عندي الارقام بالمنظر ده فانا بعمل ايه؟ باجي اقف هنا كده واجي اقف هنا قصدي عن عمود ودوس كليك يمين فورماد سيلز واجي عند نمبر واختار يوز الف سيبريتور دي اللي هي تتقسم الف وخليها كده تعمل بالمنظر ده كده في حين ان انا اول نعمل كده واعمل كده خلاص ستعمل التاني فهمت قصدي؟ هي الفكرة ان انت لو بتعمل حاجات شغلي تكراري او تكرار كل يوم تقدر تعملها عن طريق ميكرو وكمان تعمل لها زرار ودي احنا ما في الموضوع تعال اقول لك انا عملتها ازاي؟ بص نفترض دلوقتي ان انا هنرجع ديها كده تاني جنرال زي ما هو تاني وعايز اعملها هعمل ايه؟ هروح جاي عند كلمة ديفلوبر دي لو مش موجود عندك كل عليك انك هتيجي هنا كليك يمين في اي حتة فاضي هنا كده كليك يمين هتلاقي ان ديفلوبر دي تبتل تظهر عندك هي ديفلوبر مقفولة عندك هتروح عامل عليه على متصح ودوس اوكي تمام؟ بعد ما تدوس اوكي هتظهر لك الديفلوبر دي كل عليك هتيجي تقف هنا وتروح دايس على كلمة تريكورد مكرو اهي وتكتبها مثلا ما لها تكون تست مسلا تست اي تست ونتخليها على بيرسونال مكرو بيرسونال لازم تبقى بيرسونال اوكي تمام؟ وتروح معلم دي الداتا اللي انت عايزة تروح عامل عليها كده وتروح دايس كليك يمين فورمات وتخليها سيبريتور وتخليها دي كده لا ده بالعكس كمان ده انت ممكن بقى تعمله اي بسان كمان ده انت ممكن بقى تخليه يبقى باللون الاصفر ويتخليها بولد زي كده تمام؟ ده ده الشكل انت عايزه وممكن تخليها مسلا باللون الاحمر او حاجة بس نخليها باللون النسوة زي ما هي تمام؟ تمام كده احنا خلصنا الكلام ده تمام بعد كده نروح دايسين على كلمة دي اسمها يعني stop stop هي مكرو نروح دايسين دايسين على كلمة developer ويه اه developer مكروز قصدي وفي حاجة اسمها تست 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 اي تست هيه ونروح دايسين step into تمام اهي كل اللي علينا اللي احنا هنعملها ان احنا هنشيل الكولوم دي خالص هنشيلها خلاص بس كده كده ده اللي احنا احنا كان الاول والرنج دي خلاص دي سيلها بس كده شكرا هو احنا اللي علينا بس ان احنا ما نعمل ما يبقاش فيه اي حاجة يعني بوس لو تفتكر دي كان فيها اللي هو العمود اتش اتش ده نشلته. واللي هي بعد كده دست على دي برضه هتشلها بس كده. ونحن لسين ايه سيب. تمام? تمام. هتشوف دلوقتي احنا نعملين. تمام? سيبك من دي كده. انا قفلتها خالص ونرجع دي كده ونخليها جنرال. تمام? نروح معلم على مسلا اول خمسة مسلا. روا ده وماكرو واختار على كلمة تست. بص اتعملت هي زي ما احنا عايزين. طب انا بقى عايز اعملها كزرار. انا عايز اعملها زرار. مش عايز اعملها كده على طول. هنروح جايين. سانية بس كده نرجع ديت زي ما هي. كده احنا عملناها زي ما هي. هنروح بقى جايين نعملها زرار ازاي. هقولك دولت تعملها ازاي زرار. بص. هنروح بسين على customize report. customize report. وبعد كده حاجة اسمها access tool bar. وبعد كده نختار عند popular command دي نختار كلمة مكروز. مكروز ايه. مكروز. دي زهر لنا كل المكروز اللي انا عملها. فانا هختار كلمة تست. تست هاي. وعمل لها اد. تست هاي. اتعمل لها اد. وممكن مسلا نغيرها مسلا ونعمل لها موديفاي. بمسلا بشكل مسلا اللي هو. اللي هو اني شكل مسلا زي مسلا اني شكل شكل شكل. نخلي مسلا باللون الفراشة ده. ونعملها تست. اسمها تست. تمام? وندوس اوكي. ونروح بسين اوكي. بصوا الفراشة هي صغيرة داي. بمجرد معلم على اي حاجة ادوس كلمة فراشة هتلاقي علامة كده. لو علمت على اي حاجة من هنا ادوس كلمة فراشة هتلاقي علامة. طب لو علمت على اي حاجة هنا ادوس كلمة فراشة هتلاقي علامة كل. اه بصوا اه كتبت مثلا كده ارقام كتيرة هي اي ارقام كتيرة وهنبتد نسحب لتحت كده مثلا وعلمت على علامة الفراش هتلاقي علامة اسفرت علامة اللي هي الباكجراوند بقت اصفر اللون بقى اسود بقى بولد اللي هو بقى تخين وعمال لي اللي هي السبريتور الكومة سبريتور دي اللي هي بتقسم الالف بعد الالف بتقسمها بصوا فعلا فعلا الاجسل بيحاول يسهل حاجة كتير قوي والاجسل دولتي بقى جيمة تشينجر فحاول تقطني حاجة اتمنى تشوف الفيديو ده واتمنى تستفيد منه فعلا فعلا هدفتك كتير قوي وان شاء الله اشاركو فيديو ثاني شكرا جدا لكم وكان معكم محمد تحسين من كنقص الشجي والسلام عليكم ونحتو الله بركيا